السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد مكان جديد و موسم جديد كل حاجات جديدة بتحصل الصوت بيس جدا لان فيه إيكو و المكان فاضي فعلشان احنا دلوتي في مكان جديد و بنتقدم في حياتنا بنروح هماكي جديدة و بنعمل حاجات جديدة فليه ما ننجعش ورا شوية كده و نفتكر زمن أبسط ايام سبيستون و نعمل فيديو عن سبيستون للمرة الثالثة علشان فيديوهات سبيستون يعني بتساعدني ان ندفع الإيجار و الناس تاخد الفيديو و تحطها على الصفحات و قنوات بتاعتها و انا ماخدش اي حاجة من الالفات المشاهدات دي انا فعلا بكون مبسوط لما صفحة مثلا تاخد فيديو من فيديوهاتي و تحطوا عندهم بس لو عجبكم الفيديو اعملوا شير للفيديو ده اوكي ما تاخدوش و تحطوه في صفحة تانية لان انا كده انا بستفيدش حاجة الناس بتشو الفيديو بطم بسيطة بعدين بيخلعوا لان اسمي مش مكتوب ولا اي حاجة و انا مش عايز اخلي كل الفيديوهات و محطوط عليها وطر ماركس في كل حتة لا نازم الناس تتفرج تدخل تدخل معايا هذا كل ما كنت عايز اقوله ومعنش بسان فعلا كنت عايز اقول الكلام ده ولكن دلوقتي خلونا نرجع لزمن ابسط للمرة التالتة المشكلة كانت دايما عندي مع سبيستون ان هم دايما كانوا بيصغروني سبيستون كانت بتحاول ان هي ترضي الاهالي اكتر من الاطفال ذات نفسه حاجات كتير من الانيمي او الكرتون اللي هي كنت متفرج عليها على سبيستون كان متشال منه ومقصوص منه كتير دلوقتي بقى احنا وحظنا ان دقيق القصص اللي كانت بتتحكي من الكرتون على سبيستون كان فيها طغارات كتير بس هم كانوا خبينها عنا العلاقة الغريبة ما بين كونان وراث جوكو هو واحد منحرف جدا هيسوكا هو هوموساكشوال ايوا دي حاجة واضحة جدا ان احنا كلنا عارفينها بس في الانيمي القديم اللي كان بتطريد على سبيستون كل الحاجات دي مش موجودة علشان سبيستون ذات نفسها بتحاول عقد ما تقدر انها تتجنب اللحظة اللي الاهل ممكن يعدوا من ورا كده ويدخلوا على العائل الصغير وهو عمال بيتفرد لان دايما انتوا عارفين ان الاهل بيدخلوا في اسوأ لحظة ممكنة انت لو بتتفرج على هامطارو واهلك داخله عليك مرة واحدة هامطارو هيقل في فيلم ترنتينو وانت لازم تشرح اللي تتفرج عليك هامطارو ولكن بصراحة في حاجات كتيرة حلوة طلعت من الحواضة والدليل انها لسه مأثرة فينا لحد دلوقتي ولكن صراحة الواحد ساعت بيفكر كان هيحصل له لو كانوا يعرضونا لحاجة زي ما هي كانت موجودة في البلد الأصلية بتاعتها من غير ما يتحط عليها التويست العربي بس انهم يدبلجوا بالضبط الكلام اللي بتقال في البلد الأصل اللي جاي منه الكارتونة هل هذا الموضوع ده كان يمشي؟ لا لا مئة في المئة لا مش علشان ان العرب خايفين انهم يعرضوا حاجة ممكن تتحدى للطفل الصغير وهو بيتفرج او حاجات لا لا هذا الطفل ليس يجب ان يشوفها في السن لا هناك حاجات كثيرة كلنا متفرج عليها كانت فعلا بتخلينا نفكر ان فيه شوية عيال كده اسمهم مطل الدجيتال هيتشتغلوا مع بعض وقوة الصداقة دي هينقذوا العالم ويرجعوا لأهلهم تاني ان بنت صغيرة مش عايزة ان هي تكون شحاتة فكل اللي هتعمل منها هتبيع كبريد علشان بس تقدر تعيش ان طفل صغير يعيش من غير أمر بس اخوه هو اللي هياخد باله مني ازاي حاجة زي كده ما تأثرش فيه وحاجات زي كده هي اللي فعلا دخليني ان الجيل بتاعنا جيه في السويت سبا كده هم فهم اللي هو التسعيناتي ده يعني ولا كنا مبلوعين قوي من التكنولوجيا وفي نفس الوقت كنا بنقدر الحاجة اللي احنا بنتفرج عليها من ساعة لما نرجع من المدرسة لانا يخلوني نتفرج على تليفزيون لحد لما نسمع المزيكة النهائية الواحد كان متساستم على المزيكة ده اول لما كان بس يسمع هو ده غسيل المخ اللي احنا كنا بنستمتع بيه مش اللي بيحصل للأطفال دلوقتي على اليوتيوب موسيقى جوني جوني ياس ماما براشين يو تيب ياس ماما موسيقى 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 ها 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 جوني جوني ياس بابا ليه؟ هل هل؟ هل صعب ان انت تمسك تمسك رمود التليفزيون وتفتح لك حاجة عيدلة تفرج عليها؟ نفتح ونغلق نفتح ونغلق ونصفق وصفقا نفتح ونغلق نفتح ونغلق نفتح ونغلق نرتاح وفي الحب او اوكي انا دلوقتي فهمت ايه السبب ان هما ما بيتفرجوش على سبيستون ولكن انا عندي الحل سبيستون لازم تعمل الحاجة اللي كانت مخلية سبيستون حلوة دابلكوا الانميهات الجديدة دلوقتي بالعربة ايه اللي هيحصل لو عيل صغير تفرج علي ديت نوت مو دابلك بالعربة سأكون ملك العالم الجديد مرحبا انني ادعى ريوق ومفكرة الموت هذه تعودوا الي ريوق انني كنت في انتظارك هل انت شيني جامي؟ نعم انني اله الم اوكي ممكن ديت نوت مش احسن فكرة اعطاكم تايتن؟ توكي جول ان الاحلوم البشر طعموها لديدهم جدا اكتش الاحلوم بشر وكده بقى اعطاكم فكرة ان احنا نخلي الاطفال اللي يتفرجوا على انمي معمول الكبار ممكن مش احسن فكرة وبصراحة صعب ان احنا نعيد عمل السحر ده مرة تانية اوكي ممكن ان احنا ان احنا هيفضل عندنا الذكريات بتاعتنا لشرايط الفيديو و الاسبايس تون والمبي سيت ري والالعاب اللي لعبناها هتفضل معنا ويه لازم نخلي الجيل الجديد بقى يكون ذكرياته هوا كمان صحيح وبس كده يا جماعة شوفنا على مطابعتكم وعلى وصولكم لنهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك وكل الحاجات دي مكان جديد محمود جديد فيديوهات جديدة انا متحمس يارب تكونوا انتو كمان متحمسين قولول ايه رأيكم في المكان ومرة تانية احوار الصوت هيتعالج بس خلوا القوضة تتملي حاجات علشان الصوت يرد فيها وما يبقاش فيه ايكو لو عايزين تشوفوا فيديو تاني انا عملته وممكن تشوفوا الفيديو ده وفيديو عن سبيستون برضو او لو عايزين تشوفوا فيديو مختلف عن الفيديو ده ممكن تشوفوا الفيديو التاني سكيتشات وتمثيل وعجاب كده ومتنسوش تشتركه في القناة عشان يوصلوكم الفيديوهات الجديدة اول باول شكرا على وطبيعتكم مرة تانية انا محمود اسماعيل وشوفكم ان شاء الله في الفيديو كامل سلام